دكتور بقى عايزة اسأل حضرتك هل الكريمات اللي بنستخدمها في التسلخات عند البيبي وهو صغير الولد او البنت هل في اشياء بتؤثر مثلا على الولد او البنت كريمات معينة في حاجة للولد وحاجة للبنت ولا هي بس كريمات عادية بتستخدمها الام في حالة اكتشافة لا هي حاجة واحدة وانا دايما بقول لامهات انصح عشان ما يحصلش التابت ايوة ده مهم جدا الوقات في كريم معروف قوي اسمه سودو كريم كويس بندم بيه كل يوم للأخير بالليل الصبح يعني طبعا الصبح وبالليل وبعده كل غيار هيبقى كويس مع التكفيف المستمر نقول اسمه تاني يا دكتور اسمه سودو كريم سودو كريم معروف في السادة لك تمام وده ما فيوش بقى مودة كمانية يعني كل ما بغير الحفاظة لابني بدل احط الكريم دوت يكون كده الدنيا امان فكده مبقاش فيه التهابات كويس طيب افرد بقى حضرتك احصل التهاب لازم بقى هنا بنفرق هل التهاب ده نتيجة تلامس الحفاظة ولا احيانا حضرتك ساعات برضو نقول معلومة دي في بعض اطفال ساعات لما بيسخنوا او بيعوا بياخدوا منضطات حيوية تمام بتعمل طفح جلدي نتيجة منضطات الحيوية احيانا بتتكون حاجة اسمها المونيليا نوع من الخمائر اشباه الفطريات تعمل التهاب في مناطق الحفاظة بس بيبقى مع هلون ابيض يعني فيه امات من اللي سمعين ده وقت يبقوا اي وقت انا هو ده البيعزة دي هنا بتبقى فطريات هنا العلاج مش بس للتهاب هنا لازم العلاج يبقى للتهاب ومضاد الفطريات واحسن حاجة ليه انا اقول اسم الدواء يعني طبعا وهو بتصنع في مصري يعني كريم اسمه دكتا كورت او ترافو درمال ده او ده بقى ناخد حيه التعنيد هلو الصبح و بالليل عشان تبقى اتيام ما تبقاش الاتيام هنا بقى فيه ملحوظ